كما أكد مدبولي أيضاً أنه لم يعد أمام أي حكومة رفاهية التخطيط للمستقبل القريب مع التطورات المتلاحقة بالمنطقة مضيفاً أن حالة عدم اليقين تملى على الحكومات حول العالم وتملي عليها التعامل مع الأوضاع على المدى القصير بمنتال أمانة يعني دايماً أنا بقولها إحنا موجودين في حالة أو في مرحلة فارقة يعني أعتقد في مرحلة استثنائية وحضركم تشاركوني لم تشهدها لا العالم ولا المنطقة منذ عقود طويلة ووتيرة الأحداث وسرعة التغيير اللي بيحصل والمستجدات اللي بتحصل فوق طاقة أي حد النهاردة يعني كلنا أنا بقول بدون مبالغة بنلهة وراء الأحداث اللي كل يوم بتحصل وكل أسبوع يعني لما بعمل الاجتماع بيبقى الأسبوع اللي بعده كمية أحداث وفعاليات حصلت في خلال أسبوع واحد بتغير تفكير ورؤى يعني وتوجهات للعالم كله فالحقيقة كل الحكومات اللي موجودة النهاردة ما اعتقدش عندها بقت الرفاهية أنه يضع تصور لسنتين وثلاثة واربعة لقدام في ضوء تغيرات زي ما حركم شايفان يعني أنا كنت بقولها الزميل زميلي يعني مش من ليس من المبالغة أن إحنا قاعدين النهاردة وممكن نقعد ساعتين ثلاثة إحنا مش عارفين في الساعتين ثلاثة ممكن يحصل إيه وإحنا قاعدين دلوقتي من الوارد يحصل تغيير جزري في بعض الفقل اللي بيحصل دلوقتي يؤثر علينا لعقود قادمة يعني من كتر تدعيات هذا الموضوع فبالتالي يمكن إحنا طبعا بقينا في حالة عدم يقين هائلة بتملي على الحكومات التعامل مع الأحداث بصورة المدى القصير وإزاي أن أنا أستوعب اللي بيحصل ده وأتعامل معاه بنظرية الاستمرار والاستقرار ومحاولة الإبقاء على الأوضاع الموجودة في الدولة